غر ديانا سهى نحن نجحنا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي وآت اليوم الذي فيه حصدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد المعلم الأول الذي قال إنما بعثت معلمة طلاب وطالبات الشهادة السودانية الأسر الكريمة إن شاء الله ألتغيكم اليوم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات واستجابة لطلباتكم اليوم إن شاء الله سأتكلم عن العلم بتاع التكامل حتى التكامل يا أخواننا مغرر بالنسبة للطلاب الجالسين للرياضيات الأساسية والمتخصصة بالذات الجزء من الحصة الأولى لكن بعد ذلك لما نمشي لنسى التجزئة والتعويض والتكامل المحدد ده سيكون خاص بالمساق العلمي فقط لكن أنبه وأكرر حصتنا دي مغررة للمساغين مع الأدب على علمي طيب التكامل التكامل عادة هو العملية العكسية للتفاضل أو التكامل هو عملية الرجوع لأصل الدالة أو التكامل هو عملية إيجاد الدالة متى ما علم مشتقته كيف؟ تعالنا نشرح الكلام ده على السبورة طيب لو أخذنا مثلا دالة ولتكن صاط بالساوي اثنين سين وصي أربعة زايد خمسة سين تقعيد زايد سبعة سين تربيع زايد أربحتاشر سين زايد تزعة وتلاتين لو فاضلت هذه الدالة وجبت ضلصات على دال سين أربعة في اثنين بتمانية سين وصي ثلاثة ثلاثة في خمسة بخمستاشر سين وصي اثنين سبعة في اثنين بأربحتاشر سين وصي واحد أربحتاشر سين وصي واحد بفاضلة بأربحتاشر سين وصي صفر أو 14 وأي ثابت أي رغم بفاضله بالصفر كلام معلوم يلا في التفاضل معنانا بعمل شو شنو أنا بضرب الغوة في المعامل بطرح واحد من الغوة قلنا التكامل هو العملية العكسية طيب عكس نضرب نكسم عكس نطرح نضيف أو نجمع يبقى إذا كان نضرب نطرح ده تفاضل فإن نكسم نجمع ده تكامل تعالنا شوف الكلام ده ومدى صحته ده الرمز بتاع التكامل يبقى التكامل هو الرجوع لأصل الدلة تعالنا رجع الواحد الشلناه قبل عشان نبقى أربعة ونكسم على هذه الأربعة 8 على أربعة بالساوي 2 سينوس أربعة رجعنا كما كنا رجع الواحد تبقى ثلاثة أكسم على الثلاثة خمستاشر على ثلاثة تبقى خمسة سينوس ثلاثة ورجعنا كما كنا ضيف واحد تبقى اثنين أكسم على اثنين تبقى سبعة سينوس ثلاثة رجعنا كما كنا ضيف واحد للصفر عشان تبقى واحد أكسم على واحد تبقى أربعة سينوس واحد رجعنا كما كنا بس يلا في مشكلة كبيرة هتلاقينا هنا نحن بدل الصفر ما منقدر نقول تزعة وتلاثين ليه يلا لأنه تزعة وتلاثين لو كان تفاضل صفر السبعة تفاضل صفر الربع تفاضل صفر جزري سبعة أي رغم تفاضل بالصفر ابقى تكامل الصفر ما ممكن أقول تزعة وتلاثين ما أقدر أجزم طيب تعالنا قل كلامه نحكسه طالما العملية هي عكسية تفاضل أي رغم بساوي الصفر ابقى تكامل الصفر بساوي أي رغم بس يلا أي رغم دي الرياضيات اللغة بتاعة رمص بدل أي رغم تعالنا قل زي الث حيث ث أي رغم أو ثابت ابقى في التكامل أنا بضيف واحد للغوة بكسم على الغوة الجديدة يبقى تعال نكتب غوانين للتكامل تعالنا قل تكامل ألف سيم والسنون التكامل بالنسبة لي سيم بينتج من أضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة زايد ثابت التكامل نون لا يساوي لين سالب واحد يلا عاين أيضا تعالنا قل تكامل ألف بالنسبة لي سيم يساوي ألف سيم زايد الثابت كيف أربعة سيم تفاضلة بأربعة الأربعة تكاملة بأربعة سيم يعني تكامل الرغم بيعني ضربه في سيم كامل أربعة بالنسبة لي سيم أربعة سيم زايد السابت كامل اثنين بالنسبة لي سيم اثنين سيم زايد السابت كامل واحد واحد دالسين بنكتب تكامل دالسين تكامل دالسين بساوي واحد سين بساوي سين زايد الثابت ثا ثابت التكامل يبقى يا أخواننا بصورة عامة في التكامل نحن بنضيف واحد للغوة بنكسم على الغوة الجديدة ننبه إنه ما عندنا زي التفاضل تكامل ضرب دالتين وقسمة دالتين ودالة الدالة بالتالي التكامل بيحتاج مني لأساسياتي في الرياضيات بالذات التحليل فك المغادير الجبرية كل الدروسة الأنا درستها الأسس حتلقى كلها إنت محتاج في بعض المسائل أو معظم مسائل التكامل تجري تبسيط للمسألة ومن ثم تمشي تكامل كيف؟ تعال نشوف يلا رحلة طويلة من الأمثلة بتاعتنا السؤال بيقول لي أجري العمليات الآتية أجري العمليات الآتية لو لقيتك الفبة مثلاً ألف وبا ثوابت أو أرغام يلا واحد داير تكامل أربعة سين تقعيد زايد اتناشر سين تربيع زايد اتنين سين زايد تزعة التكامل بالنسبة لسين ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة يلا دا يساوي زايد واحد تلاتة تبقى أربعة تلاتة زايد واحد أربعة أكسم على هذه الأربعة تدك سين مرفوعاً هو أربعة ضيف واحد تلاتة أكسم على تلاتة تدك أربعة سين أس تلاتة غوة سين واحد تعرف ضمناً ضيف الواحد تبقى اتنين على اتنين تبقى ليك سين تربع وماذا عن التزعة تبقى التزعة سين زايد الثابت ثابت التكامل ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة داير تكامل ألف سين أس تلاتة زايد أربعة سين والسبة زايد ألف الألف والب ثوابت أو أرغام خلص مزارة مباشرة جداً ما علي الله التبع الآتي ضيف واحد تبقى أربعة على أربعة ألف على أربعة سين والسي أربعة ضيف واحد تبقى بزايد واحد أكسم على بأ زايد واحد يبقى أربعة على بأ زايد واحد سين والسبة زايد واحد الآلف رغم تتكامل بألف سين زايد الثابت ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة يلا تعال كل مرة حنمشي نتدرج تعال نقول تكامل يلا يا أخواننا نسيب الأمثلة المباشرة ونمشي يلا نشوف شنو أنا بكصد بالعمليات الجبرية تكامل سين في سين زايد واحد في سين زايد اثنين التكامل بالنسبة لسين طيب يا أخواننا ما عندي حاجة يسمى تكامل ضرب دلتين معنانا هنا طوالي محتاج أرجع لي سنة آمنة وأشوف الأغواص دي الله فيكها كيف طوالي في الحل بتاعي قبل ما أفكر إن أجرى عملية تكامل أمشي أقول تكامل سين في سين بسين تربع تاني في سين تبقى سين تقعب اثنين سين وسين ثلاثة سين تبقى ثلاثة سين تربع واحد في اثنين باثنين في سين تبقى اثنين سين التكامل بالنسبة لسين يلا كده أنا خلاص ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة زايد واحد أربعة على أربعة ربع سين أسي أربعة زايد واحد تلاتة على تلاتة سين أسي تلاتة زايد واحد اثنين على اثنين سين تربع زايد سابت التكامل شوف هنا أنا احتجت أولا أفرتك الأغواص تعال نمشي لوضعي آخر ونقول دارين تكامل دارين تكامل جزري سين زايد واحد على جزري سين التكامل بالنسبة لسين وبالله يخليك حذر من الجزور دي أول حاجة أحولها لغوة كسرية كيف لغوة كسرية؟ أقول بالساوي تكامل جزري سين سينس سينس والمعامل واحد زايد سين أس صالب نص والمعامل واحد تكامل بالنسبة لسين ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة زايد واحد بتلاتة على اثنين على تلاتة على اثنين تبقى اثنين على تلاتة سين أس تلاتة على اثنين سالب نص ضف لا واحد تبقى موجب نص على نص شقلب تبقى اثنين سينوس نص زايد السابت يا حزرات من العمليات الجبرية الممكن تفقدك الدرجة بتاعة التكامل طيب خمس قليدارين تكامل سين ناقص اربعة على الجزر التربيعي سين ناقص اثنين تكامل بالنسبة لي سين ما عندي هنا جسمة دلتين لكن لاحظ معاي انه جزرسين في جزرسين تددك سين واثنين في اثنين بتددك أربعة يعني مربع جزرسين سين مربع اثنين أربعة معناها مسألتي هنا كأنها ما فيها عملية بتاعة تفريق بين مربعين لأن السين أصلها جزرسين تربع السين أصلها جزرسين تربع والأربعة يتنين تربع غوسين مرة بالزايد ومرة بين ناقس يبقى حيكون عندي تكامل جزرسين زايد اتنين في غوس وجزرسين ناقس اتنين في آخر على جزرسين ناقس اتنين التكامل بالنسبة ليسين جزرسين ناقس اتنين جزرسين ناقس اتنين تكامل جزرسين اشتغلناها السي الازري سين اللي هي سين وص نص ضيف لا واحد 3 على 2 على 3 على 2 تبقى 2 على 3 سين وص 3 على 2 وماذا عن تكامل 2 الاتنين بكاملة ب 2 سين زي سابت التكامل زي سابت التكامل لسه الأفكار كثيرة بل انتهاء تعال نمشي لي فكرة رغم 6 متعال نقول دعيرين تكامل جزري سين غس سينوس أربعة ماجس واحد على سين زايت واحد سين ماجس واحد التكامل بالنسبة لسين يلا هنا أنا مشكلتي ما أتكامل مشكلتي الكلام ده كيف كله أقوم أهدئه وأبسطه لصورة أعرفة كاملة طيب في الحل تعال نقول تكامل سينوس سينوس دجزري سين كلام ده كله مضروب سينوس أربعة ماجس واحد فريق بين مربعين بتبقى سين تربيع زايت واحد في غس وسين تربيع ماجس واحد في آخر كلام ده كله مكسوم على سين زايت واحد في سين ماجس واحد فريق بين مربعين سين تربيع ماجس واحد بالنسبة لسين سين تربيع ناقص واحد مع سين تربيع ناقص واحد يلا تعال نضرب جوالغوس ويذكر معاي انه في حالة الضرب بجمع الغوة سينس نص في سينس اتنين تبقى سين نص زايد اتنين اتنين ونص برفع الكسر خمسة على اتنين زايد سينس نص في واحد بسينس نص يبقى يا دا بمسألتك دا وضحتها في صورة اعرف اكاملة ضيف واحد للغوة اتنين ونص زايد واحد تلاتة ونص سبعة على اتنين على سبعة على اتنين تبقى اتنين على سبعة سين قص سبعة على اتنين نص ضيف ليه واحد تلاتة على اتنين على تلاتة على اتنين تبقى اتنين على تلاتة سين قص تلاتة على اتنين زايد سابت التكامل طيب تتواصل الافكار وراح نمشي ليه فكرة سبعة والدور دي اريد تعال نختار الفكرة بتاعة المكعبين تعال نقول سين تقعيب زايد تمانية على سين زايد اتنين تكامل بالنسبة لسين سين تقعيب زايد السبعة والعشرين على سين زايد تلاتة سين تقعيب زايد واحد على سين زايد واحد سين تقعيب ناقص اربعة وستين على سين ناقص اربعة فكرة بتاعة مكعبين كلك بتعرف انه التمنية دي رياضيا هي عبارة عن اتنين تقعيب اتنين تقعيب معناه هنا عندي مجموع مكعبين في التحليل اقول بالساوي تكامل غوث صغير غوث كبير الأول زايد الثاني مربع الأول ماجس الأول في الثاني زايد مربع الثاني كلام ده يا أخواننا كله مكسوم على سين زايد اثنين التكامل بالنسبة لسين سين زايد اثنين مع سين زايد اثنين تكامل بعد دبقى يسير ضيف واحد تبقى ثلاثة على ثلاثة تدين تلت سين تقعيد ضيف واحد تبقى ثلاثة على ثلاثة تدين سين تربيع الأربعة تبقى أربعة سين زايد سابت التكامل طيب في تحليل مادة هنا وحقه تعال نشوف المغدار السلاسي بالصورتين الصورة العامة والخاصة مثلا قال سينوسي أربعة ماجس ثلاثة سين تربيع زايد اثنين على سين زايد واحد في سين ناقص واحد تكامل بالنسبة لسين ناخد الصورة العامة لو قلنا اثنين سين تربيع زايد ثلاثة سين زايد واحد على سين زايد واحد التكامل بالنسبة لسين يلا هنا طوالي أنا دار ضيع المغام الفكرة عندنا تكامل سينوسي أربعة تتحلل لغوسين لكن بيسين تربيع وسين تربيع وبذات الفكرة عددان حاصل جمعهما سالبته وحاصل ضربهما موجب اثنين ديل حيكونوا ناقص اثنين وناقص واحد ناقص اثنين وناقص واحد بناقص ثلاثة ناقص اثنين في ناقص واحد بموجب اثنين ماذا عن المغام؟ ماذا عن سين زايد واحد في سين ناقص واحد؟ دي فريق بين مربعين بتدين سين تربيع ناقص واحد تكامل بالنسبة لسين شوف سين تربيع نرقص واحد مشت مع السين تربيع نرقص واحد بعد ذا الإمكان إنه أجري عملية تكامل زايد واحد ثلاثة على ثلاثة تبقى ثلاثة سين تقعيب الاثنين أكاملة باثنين سين أضيف الكونستانت أو أضيف السابت بتاع التكامل طيب عندنا تكامل اثنين سين تربيع زايد ثلاثة سين زايد واحد على سين زايد واحد تحليل اتنين سين وسين هنا طبعا في النوع ده يا اخواننا من التحليل انا باهتم بالحد المطلق انا عايز عردين ضريب واحد لكن ما بنقول جميعهم ثلاثة لانه هنا معامل سين تربيع ما الوحدة هنا ازيد من الواحد العردين الضريب واحد همهم ما الواحد والواحد بس هي الاثنين بالموجب لانه واحد في واحد بواحد او الاثنين بالسالب لانه سالب واحد في سالب واحد الاوسط قال انا يشارتي بالموجب يبقى العردين دي لهم زايد واحد وزايد واحد وطبعا ده طوالي قام اكد لي الكلام انه انا في المغام لقيت زات العامل سين زايد واحد عشان يضيع تكامل بقى عملية يسيرة ضيف واحد للغوة تبقى اثنين على اثنين بسين تربيع الواحد عايز تكامله كامله بسين زايد سابت التكامل زايد سابت التكامل طيب انا عندي فكرة دايرك تقيف معاي فيها بالله نوع من انواع التحليل درسناه في سنة تامن وسميناه حين التحليل بالتجميع دايما التحليل لما نكون من حدين بنقول يا مربعين يا مكعبين ولما نكون التحليل من سلاس حدود دا بنقول المغدار السلاسي لكن تعال لمسألة يكون فيها اربع حدود كيف اربع حدود اتخيل جغل ليك يا اخي دارين تكامل سين تقعيب زايد سين تربيع زايد سين زايد واحد كلام دا كله مكسوم على سين زايد واحد التكامل بالنسبة لسين يبقى انت هنا اشكالك اطلاغا ما هو تكامل اشكالك كله كيف تقدر تضيع المغام درسوني قبل كده يا ريت انا اذكرك بالفكرة عشان ما تستغرب زمان كان بيقول لي حل الالف سين زايد الف سات زايد بسين زايد بسات يا ريت ذاكرتك ترجع لسنة ثامن ما في حد مشترك في الاربع حدود بنقوم نمسك الحد الول والتاني بينهم في الف مشترك جوال غوص سين زايد سات ونمسك التالت والرابع بينهم بأ مشترك سين زايد سات ماذا نتج نتج لي غوص كامل عبارة عن عامل مشترك اسمه سين زايد سات في الغوص التاني بكتب معاملات الأغواص بكتب الألف لانه سين زايد سات في ألف وبكتب طوالي بق لانه سين زايد سات في بق يلا ده يفيدني في شنو في مسألتي دي انا عندي اربعة حدود تعال ناخد كل حدين على حدة ناخد الاول والتاني ونطلع بيناتهم سين طربيع عامل مشترك جوا الغوص حاخد سين زايد واحد لانه سين طربيع في سين بسين تجعيب وسين طربيع في واحد بسين طربيع والبعدهم سين زايد واحد ما تقول ما في حاجة مشتركة ما في العامل ده العامل اللي هو الواحد الصحيح كلام ده كله يا اخواننا مكسوم على سين زايد واحد التكامل بالنسبة لسين ابقى تكامل ظهر غوص كان المشترك اسمه سين زايد واحد ابقى السين زايد واحد عامل مشترك ماذا عن الغوص التاني؟ سين طربيع زايد واحد كلام ده كله مكسوم على سين زايد واحد التكامل بالنسبة لسين السين زايد واحد مع السين زايد واحد شوفي حتى يا دابي انا جاية كامل يعني انت ممكن تفقد الدرجة بس لانك ما مزكر حاجة يسمى تحليل السين طربيع ضيف واحد للغوة تبقى ثلاثة على ثلاثة تبقى لك تلت سين تجعيب وماذا عن الواحد اكامله بسين كلام ده كله زايد شنو يا اخواننا زايد السابت قضينا النوع الوحيد المادي انا وحقه في التكامل تغريبا المربع الكامل تعالنا اختار له نموذج كتير جدا ما قاعد يتكرر داخل الامتحان تعالنا اقول جزري سين زايد واحد على سين الكل تربيع التكامل بالنسبة لسين مربع الاول اثنين الاول في الثاني مربع التاني يبقى حقول تكامل جزري سين في جزري سين بسين سين غوة واحد معاملة واحد اثنين في الاول اللي هو سين نص نص في التاني اللي هو سين نص سالب واحد في حالة الضرب بجمع الغوة بجمع النص مع سالب واحد تدين سالب نص زايد مربع التاني واحد على سين مربعة واحد على سين تربيع بس الواحد على سين تربيع يا ريت تكتبه سين وس سالب اثنين مسألتك بعد دبل امكان انه تتكامل ضيف واحد للغوة تبقى اثنين على اثنين تبقى نص سين تربيع سالب نص ضيف ليه واحد ابقى نص اكسم على نص لما انت شقلب بتبقى اربعة سين وس نص ضيف واحد تبقى سالب واحد على سالب واحد تبقى سالب سين وس سالب واحد زايد سابت التكامل كده واضح جدا من احنا حمنا على معظم الافكار المختلفة للتحليل الدرسنا يا اخواننا قبل كده في المراحل السابقة بالذات في سنة تامنا باب ضرب وتحليل المغادير الجبرية وفي سنة اولى سانوي في الباب بتاع الحدوديات لقان التحليل بالذات لقانا تحليل المغدار السلاسي في صورته العامة يلا دايرك تقوم بعد تحفظ لي الغوانين بتاع التكامل النسبة المسلسية ويا ريت في حفظك ليه بس انت ما تحفظ التكاملات خليك حافظة التفاضلات يلا عين الكلام الانا حاقوله في تكامل النسب المسلسية ما دارين اتكلم فيها كتير بس دار اوضح لك الآتي عندنا تفاضل الجا بيجتة التكامل عملية عكسية تفاضل الجا بيجتة معنى طوالي تكامل الجتة بالنسبة بالنسبة لي سيم يساوي جا زايد السابت عكست تفاضل الجا جتة يبقى تكامل الجتة جا تفاضل الجتة سالب جا دا طوالي اخواننا معناها تكامل الجا بيساوي سالب جتة زايد السابت تفاضل الزا بيغا تربيع معناها تكامل الغا تربيع بيساوي لين الزا زايد السابت تفاضل الزا بيسالب غتا تربيع يبقى تكامل الغتا تربيع بيساوي سالب الزا زايد السابت تفاضل الغا بيغا زا يبقى تكامل الغا زا بيساوي غا تكامل الغا في زا بيساوي لين غا زايد السابت تفاضل الغتا بيسالب غتا زطا ده معناه يا أخوان إنه تكامل الغتا في زطا بيساوي لين سالب الغتا زايد السابت يعني أنت ما تحفظ التكاملات خليك حافظ التفاضلات واجرى عملية طوالي عكسية بس تحزير بسيط قبل ما نجل أي مثال في التفاضل عادة لو عندك صار بالساوي جيب خمسة سين عندنا نظرية بتقول تفاضل الزاوية في تفاضل النسبة الزاوية خمسة سين تفاضل خمسة تفاضل النسبة تفاضل الجا جتا نفس الزاوية يلا شوف إذا أنت في التفاضل كنت بتضرب أكيد في التكامل ستجري أخوانا عملية بتاعة جسمة يعني لو عندك جتا ألف سين وجيب ألف سين ألف سين ألف سين يعني الزاوية كان عندها معامل طوال هنا حتقول واحد على ألف جيب ألف سين سالب واحد على ألف جتا ألف سين واحد على ألف ظل ألف سين سالب واحد على ألف ظل ألف سين واحد على ألف غ ألف سين واحد على ألف غتا ألف سين يعني أنت لو قال لك كامل لنا جتا تزع سين طوالي بالله أرجع برأسك قول كده قولي يا أخي تفاضل الجا جتا معناها تكامل الجتا جا طوالي تقول تسع جيب تزع سين زايد السابق يعني إذا كنت في التفاضل بتضرب في المعامل بتاع الزاوية في التكامل بتكسيم يعني مثلا لو جغل لي أخي دارين تكامل واحد زايد أربع سين زايد جيب سين زايد جيب تمام سين التكامل بالنسبة لسين جغل لي دارين تكامل مثلا تلاتة سين طربيع زايد غا طربيع سين زايد قاطح سين في ظل الزاوية سين التكامل بالنسبة لسين دايرين مثلاً تكامل أربعة سيم زايد جيب ثلاثة سيم زايد جتا خمسة سيم زايد غا تربيع مثلاً سبعة سيم التكامل بالنسبة لسيم خلاص الواحد بتكامل لي بسيم ضيف واحد اتنين على اتنين من سيم تربيع يلا تفاضل الجتا سالب جا تكامل الجا سالب جتا تفاضل الجا جتا تكامل الجتا بجا ما تنسى زايد السابق ابتك أننا ما بيسمع ضيف واحد تلاتة اكسم على التلاتة سيم تقعيد تفاضل الزا غا تربيع تكامل الغا تربيع زا تفاضل الغا بغا زا تكامل الغا زا بغا زايد السابق ضيف واحد تبقى اتنين على اتنين باثنين سيم تربع تفاضل الجتا سالب جا تكامل الجا سالب جتا تقول سالب تلت جتا تلاتة سيم تكامل الجتا بجا زايد خمس جيب خمس سين تكامل الغا تربيع بيزاء زايد سبع عندنا زل سبع سين زايد شنو يا اخوانا زايد السابق ابقى انت الحفظته في التفاضلات تجي طوالي تجري له عملية عكسية بالنسبة للتكاملات تفاضل الجا جتا تكامل الجتا جا يعني فقط يا ريت تخليك حافظ النسبة المسلسية في التفاضلات تفاضل النسبة المسلسية احكس التفاضلات تدك طوالي التكاملات يعني انت لما تجد كامل جقل ليك كامل الجتا طوالي يقول تفاضل الجا جتا ابقى تكامل الجتا بيساولينا الجا ان شاء الله حنواصل بعد ده في التكامل حنمشي الحصة الجا يلا بالنسبة للطلاب العلميين في جسئية مهمة جدا تتعلق بتكامل ألف سين زايد بأ الكل السنون التكامل بالطعويض التكامل بالتجزئة والتكامل المحدد ومن ثم تطبيقات التفاضل والتكامل ان شاء الله ربنا يوفرنا ونسير معاكم ان شاء الله الى انتحانات الشهادة موفقين يا رب العالمين الى الملتغى في الحصة الغادمة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة